بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معا لنتعرف موضوع هذا الدرس موضوع الدرس أتواصل شفهيا وهذا الدرس الثالث والأخير في هذا الموضوع نبدأ مستعينين بالله بتعرف أهداف الدرس الهدف الأول كتابة نص وصفي لموضوع محدد الهدف الثاني توظيف العناصر الخمسة في كتابة قصة الهدف الثالث سرد قصة مكتوبة أمام الزمنين بإذن الله سنتعاون جميعا على تحقيق هذه الأهداف بنهاية هذا الدرس كما تعودنا في بداية كل درس نفتع على الصفحة المطلوبة من يستخدم الكتاب الورقي كما تظهر الصفحة أمامكم ومن يستخدم الأجهزة الإلكترونية أيضا هذا رابط الدرس الرقمي بإمكاني أن يمسح الرابط ليتجه مباشرة إلى الدرس أحاكي أقف أمام صفي وأسرد القصة التي كتبتها أستفيد من النموذج الآتي كنا قد أخذنا في الدرسين الماضيين هذا النموذج نفسه لسرد أحداث القصة هذا نموذج بإمكانك أن تستفيد منه في محاكاته لكي تقوم أنت بنفسك بكتابة أحداث قصة كما ذكرنا في الدرسين السابقين نقرأ هذا النموذج مع الانتباه إلى العناصر الخمسة التي ذكرناها والتي دائما نعيد بأنها عناصر مهمة لكتابة أحداث القصة العناصر هي أحسنتم الحوادث والمكان لهذه القصة والزمان والشخصيات وفي النهاية أحسنتم الهدف والمغزى من هذه القصة نقرأ أنا وانتم القصة الجمال وحده لا يكفي في أحد الأيام نظر الوعل إلى انعكاس صورته على صفحة ماء الجدول فأعجب أيما إعجاب بشكل قرنيه الذين يشبهان فروع الأشجار لكنه حين نظر إلى أرجله انزعج من منظرها وقال لماذا أرجلي طويلة ورفيعة هكذا إنها كقذبان القصب التي تنمو على جوانب الأنهار وهو على هذه الحال وإذ بزمجرة نمر يهز الأرجاء استطاع الوعل رؤيته عن بعد بين الأشجار فأسرع الوعل وركض هاربا وسط الغابة المتشابكة الأشجار وكان يزعجه وهو يعد قرناه اللذان كان يضربان في جذوع الشجر واغصانه فيما كانت أرجله سريعة تطارد الريح ومكنته من النجاة بنفسه وأدرك أنه لولا الله ثم أرجله السريعة لهلك لذلك لام نفسه لاحتقاره إياها سابقا فيما كان إعجابه بقرنيه لم يفده شيئا إذ إن قرنيه كان العائق الكبير أثناء هربه ولو أنهما جميلان أقر في نفسه أخيرا بأن الجمال في أحيان كثيرة لا يكفي بعد أن قرأت أنا وأنتم هذه القصة ولاحظنا فيها وجود العناصر الخمسة للقصة الآن بعد ذلك المطلوب مننا أن نحاكي هذه القصة في كتابتها ثم بعد ذلك نقوم بسرد أحداث هذه القصة كل واحد منكم يكتب القصة الخاصة به أنا سأذكر لكم نموذج فقط للتعريف بهذه العناصر ولطريقة توليف هذه القصة وعناصر القصة لا بد أن تكون موجودة فيها بمثل هذه الطريقة ولا بعد ذلك المطلوب من كل واحد منكم أن يكتب بنفسه القصة التي يريدها كما ذكرنا في الدرس الماضي هذه أربع خطوات للمساعدة في كتابة أحداث قصة ثم بعد ذلك سرد هذه الأحداث أفكر في موضوع مناسب لقصة الخطوة الثانية أحدد العناصر الخمسة الرئيسة للموضوع الذي اخترته ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة أكتب القصة معتمدا على العناصر التي حددتها ومحاكيا للنموذج السابق ثم الخطوة الأخيرة أقف أمام أصدقائي أو إخوتي وأسرد القصة التي كتبتها سنأخذ الآن نموذج فقط محاكي بإمكانك أن تستفيد من هذا النموذج لكتابة قصتك الخاصة بك أفكر في موضوع مناسب لقصة مثلا نختار هذا الموضوع خشبة المقترض الأمين هذا الموضوع الذي سنكتب فيه ثم في الخطوة الثانية أحدد العناصر الخمسة الرئيسة للموضوع الذي اخترته كما ذكرنا العنصر الأول العنوان يأتي في البداية أولا وهو ما ذكرناه خشبة المقترض الأمين ثم بداية العناصر المكان نقول مثلا ديار بني إسرائيل هذه القصة وقعت أحداثها في ديار بني إسرائيل الزمان في قديم الزمان الشخصيات الواردة في هذه القصة الرجل المحتاج كان يحتاج مبلغ من المال والرجل الذي أسلفه هذا المال من العناصر أيضا المشكلة عجز هذا الرجل عن الوصول لمن أسلفه المال لكي يرد دينا الأحداث التي وردت في القصة حاجة الرجل لمبلغ من المال والحديث الذي دار بينه وبين الرجل الذي أسلفه هذا المبلغ من المال الذي يحتاجه ثم عجز الرجل عن الوصول في موعده لرد الدين الذي عليه والتصرف الذي قام به لإيصال الدين الذي عليه ثم بعد ذلك لقاؤه بالرجل الذي أسلفه هذا المال وما دار بينهما من حديث هذه الأحداث التي سنقوم بالتوليف بينها باستخدام كما ذكرنا علامات أو أدوات الربط المناسبة وكذلك الربط بأسلوب مناسب بين هذه الأحداث حتى نخرج بقصة مترابطة في النهاية الحل في النهاية أو المغزى من هذه القصة توكل الرجل على الله كان سببا في قضاء دينه وفي إيصال هذا الدين لمن أسلفه هذا المال بعد أن تعرفنا على أحداث هذه القصة كما ذكرنا تكون دائما هذه الأحداث في الذهن ونحن نكتب القصة الخطوة التي تليها أكتب القصة معتمدا على العناصر التي حددتها ومحاكي عن النموذج السابق وقلنا أنه ليس شرط أن تحاكي هذا النموذج فقط أي قصة مكتوبة فيها هذه العناصر الخمسة بإمكانك أن تحاكي هذه القصة نقرأ أنا وأنتم هذه القصة خشبة المقترض الأمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعضهم أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجل فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا إذن كما تلاحظون هذه قصة مكتملة العناصر الخمسة التي ذكرناها فيها مجموعة من الأحداث حددنا فيها الزمان والمكان والشخصيات والمغزى في النهاية أو الهدف من هذه القصة بأن من يتوكل على الله تعالى فإن الله يكفيه في أداء دينه وفي إيصال دينه بهذه الطريقة العجيبة التي رأيناها في هذه القصة الآن المطلوب مننا أيضا أن نقوم بكتابة قصة بنفس هذه الخطوات التي ذكرناها الآن نقوم في البداية بتحديد الموضوع ثم بعد ذلك بتحديد العناصر الخمسة الرئيسة التي ذكرناها الأحداث والمكان والزمان أيضا كذلك والشخصيات والمغزى أو الهدف من هذه القصة ثم بعد ذلك بعد أن ننتهي من تحديد هذه العناصر نقوم بالتوليف بين أحداث هذه القصة حتى نخرج بقصة مترابطة ثم في النهاية ننتقل إلى الخطوة التي تليها وهي الوقوف أمام مجموعة مثلا من الأصدقاء أو من إخوتك أو حتى إذا لم يتيسر لك ذلك بإمكانك أن تقف أمام المرأة وتتخيل أنك أمام مجموعة من الحاضرين لتقوم بسرد أحداث هذه القصة التي قمت بكتابتها هذه أيضا مهارة مهمة أن تقوم بسرد أحداث هذه القصة بطريقة مناسبة والأفضل أن تكون أنت من كتبت هذه القصة حتى تقوم بسردها بشكل جميل ومناسب أمام الحاضرين نصل إلى الواجب المطلوب مننا الواجب هو ما طلبناه منكم خلال هذا الدرس أن نقوم بسرد قصة ولكن بشرط أن تكون أنت من كتبت هذه القصة أمام مجموعة من الحاضرين سواء كانوا أصدقاء أو إخوانك في المنزل هذا هو الواجب المطلوب منك تكتب أحداث هذه القصة في كراسة الواجب ثم بعد ذلك تقوم بالتدرب بشكل جيد على سرد أحداث هذه القصة ثم تقوم بسرد هذه القصة أمام مجموعة من الحاضرين بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس آمل أن تكون وفدتم مما قدمنا موفقين ومعانين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر